بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القراءة الثالثة لدرس في البذل والإنفاق نرجو لكم متابعة مفيدة في البداية نعرض أهداف الدرس يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يقرأ النص قراءة تحليلية محتوى وبنية وأساليب للإجابة عن تدريبات الكتاب يسترجع ما سبق دراسته من قواعد نحوية بشكل صحيح تذكرون أعزاء الطلاب أننا عالجنا في درسي القراءة السابقين معاني مفردات النص والأفكار الرئيسة والفرعية فيه وقد استنتجنا الفكرة الرئيسة لكل مقطع فكانت فكرة المقطع الأول اللوم والعتاب على عادة البذل والإنفاق وفي المقطع الثاني التمسك بخصال الكرم ورفض اللوم عليها وفي المقطع الثالث البذل والإنفاق طريق الشرف والسيادة وفي المقطع الرابع لا يدخر من المال إلا ما يحمي النفس والعرض والآن لنتابع تحليل القصيدة من خلال حل تدريبات الكتاب المدرسي وقبل أن نبدأ بالسؤال المتعلق بالأساليب الخبرية والإنشائية وهو السؤال الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي نذكركم أعزاء الطلاب بنوعي الأسلوب الخبري والإنشائي أما الخبري فهو ما يحتمل الصدق والكذب ويستعمل عادة لتقرير الحقائق وتوصيل المعلومات غير أنه قد يخرج عن هذا الاستعمال إلى أغراض أخرى منها التحسر، التهديد، الفخر، العتاب، النصح أما الأسلوب الإنشائي فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب وينقسم إلى طلبي وغير طلبي فمن الطلبي الأمر، النهي، الاستفهام، النداء ومن غير الطلبي المدح، الذم، التعجب، القسم والآن وبعد هذا التقديم الموجز للأسلوبين الخبري والإنشائي لننتقل إلى السؤال السادس في الصفحة الواحدة والستين من الكتاب المدرسي السؤال السادس وظف الشاعر حاتم الطائي الأساليب اللغوية لأغراض مختلفة أكمل الجدول الآتي اعتماداً على القصيدة لننتبه أعزاء الطلاب إلى المطلوب من هذا السؤال سوف نستخرج بعض الأساليب الخبرية والإنشائية ثم ندلل عليها من القصيدة ثم نوضح الغرض منها ولأن الأساليب اللغوية في قصيدة الطائي قد تنوعت سنستخرج أسلوبين إنشائيين وأسلوبين خبريين لنعود الآن إلى بعض أبيات القصيدة لاحظوا معي هذه الأبيات من يستطيع استخراج أسلوبين إنشائيين منها؟ نعم أحسنتم النداء في البيت الخامس عاذل وغرض الشاعر من هذا النداء هو اللوم والعتاب والآن سنترك لكم أعزاء الطلاب استخراج أسلوب إنشائي آخر من تلك الأبيات ثم يمكنكم تحديد الغرض منه لنعود مرة أخرى إلى الأبيات من يستخرج من هذه الأبيات أسلوبين خبريين؟ نعم أحسنتم في البيت العاشر أسود سادات العشيرة فهذا الأسلوب خبري والغرض منه الفخر والآن أكمل عزيز الطالب استخراج الأسلوب الخبري وحدد الغرض منه السؤال السابع ظهرت عند الشاعر وهو جاهلي صفة إسلامية أن الرزق من الله حدد البيت الذي تضمن هذه الصفة وبيّن دلالة وجودها عند الشاعر الجاهلي بالرغم من أنه كان سابقاً للإسلام لو عدنا أعزاء الطلاب إلى البيت الثالث عشر سنجد فيه كُلُّوا الآن من رزق الإله وَأَيْسِرُوا فَإِنَّ عَلَى الرَّحْمَنِ رِزْقَكُمُ غَدَى نلاحظ أن الشاعر في هذا البيت قد ذكر أن الرزق من عند الله ولكن على ما يدل وجود هذه الصفة عند الشاعر مع أنه جاهلي نعم أحسنتم هذا يدل على أنه كان يتحلى ببعض مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام ليتممها السؤال التاسع قارن الشاعر بين الإنفاق والبخل بلل على ذلك بكلمات من القصيدة لكل من الحقلين السابقين لو عدنا إلى القصيدة لنستخرج منها بعض الكلمات التي تنتمي إلى حقل الإنفاق فإننا سنجد إعطائي المال جواداً أقري أما الكلمات التي تنتمي إلى حقل البخل فهي ضن صرد أمسك البخيل ويمكنك عزيز الطالب أن تستخرج كلمات أخرى تنتمي إلى أحد هذين الحقلين السؤال العاشر بدت عند الشاعر نزعة الاكتفاء وأنه يريد أربعة أشياء زهد خاص أذكر هذه الأربعة وبيّن دلالة رغبة الشاعر وبيّن دلالة رغبة الشاعر الاحتفاظ بها حين نعود إلى القصيدة سنجد أعزاء الطلاب في البيت الرابع عشر تلك الأشياء الأربعة يقول الشاعر سأذخر من مالي دلاصا وسابحا وأسمر خطيا وعضبا مهندا الأشياء الأربعة التي أراد الشاعر أن يحتفظ بها هي الدرع والفرس والرمح والسيف ولكن لماذا يصر الشاعر على الاحتفاظ بهذه الأمور دون غيرها؟ نعم أحسنتم لأن العربي لا يستطيع التخلي عن هذه الأشياء فهي من مقومات الحياة لديه السؤال الحادي عشر حدد من القصيدة ما يأتي ألف أسلوب نداء مبينا نوع المنادة لعلكم تتذكرون أعزاء الطلاب أن للمنادة في اللغة العربية أنواعا منها المنادة المفرد العلم والمنادة المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة المقصودة وغير المقصودة وقد اعتدنا عندما نريد استخراج منادة أن نبحث عن اسم مسبوق بأداة ندائية ولكن وكما مر معنا قبل قليل في سؤال الأساليب اللغوية ثمت أداة نداء أخرى وهي همزة النداء وعلى هذا يمكن أن يكون أسلوب النداء الذي سنستخرجه من القصيدة هو أعاذل وأصله أعاذلتي وهو منادة مضاف لكن طرأ عليه ما يسمى بالترخيم والترخيم هو حذف حرف أو أكثر من آخر المنادة تخفيفاً باء قسماً معطوفاً وبين حركة إعرابه برست عزيزي الطالب فيما سبق التوابع وعلمت أنها الصفة والتوكيد والبدل والعطف وسؤالنا هذا يتناول العطف ولعلك تتذكر جيداً أن أشهر حروف العطف الواو وحين نعود إلى أبيات القصيدة لنستخرج اسماً معطوفاً سنجده في قول الشاعر مثلاً سأذخر من مالي دلاصاً وسابحاً فكلمة سابحاً كما تلاحظ اسم معطوف على دلاصاً ولما كانت دلاصاً ممصوبة تبعها الاسم المعطوف بعدها فنصب على التبعية أعزاء الطلاب شكراً لحسن متابعتكم لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم شكراً لكم